راح نروح على شاهدت لكم انت كمان شاهدت شوي لنا ولكن في وقت لاحق ولكن انا اتحدث عن معرض يوسف شهين في السينماتيك الفرنسي هيك بهذا اليوم الماطر منذ الصباح الباكر توجهت باكرا الى السينماتيك حيث كان افتتاح خاص بالصحفيين لمعرض المخرج سينمائي الراحل يوسف شهين بمناسبة مرور عشر سنوات على غيابه على المدخل ملصق كبير تصدرته الفنانة داليدا ونحو خمسة عشر فنانا من الذين عملوا في افلام شهين ملصق صممه يوسف نبيل للأسف وعلى غير عادي وصلت متأخرة بعد الشي لا احد يعرف متى يجن المترو الباريسي في هذه المدينة ولا لماذا المهم لم يفتني الكثير إذ كان الحضور والمفوضان المكلان بالتعريف عن تفاصيل المعرض كانوا لا يزالون في المربع الأول كان الشرح مرة بالفرنسي ومرة بالعربي مع ريجيس روبير بالفرنسي وبالعربي مع أمل غير مازي بدعة دقائق من هذه العروض الحديث إذا بدك كافية ووافية كانت أمام كل جناح من الأجنحة الأجنحة التي رتبت ونصقت بعناية ما أخذتنا في نحو ساعة في رحلة إلى قلب عوالم يوسف شهين المختلفة بدءا من مسيرته الحافلة والمطباط التي صدفته المطباط حوائية والرقبية شغف السينما وشغف الحياة هذا المعرض يتوقف عند أبرز محطاته المعهنية كما اكتشفنا أرشيف نادر حافظت عليه السينيماتيك الفرنسية التي تعتبر المعرض هذا معرض هذا علمة أمل ويد ممدودة نحو الآخر مهما كان جنسه كما هو المعرض يفتح أبوابه رسميا سميرة كما تعلمين في الرابع عشر من هذا الشهر ويستمر حتى 28 من يوليو تموز 2019 والكثير بهذه الفترة من أفلام شهين يعاد عرضها ببعض الصلاة على هامش العرض باب الحديد العصفور المهاجر المصير وغيرها الكثير الكثير من الأفلام لما بتدخل بي واحدة من الصلاة تجدين كتابة في يوم واحد أبكي أضحك أرقص وأغني أشعر بالفرح والقلق على الفيلم أن يحقق كل هذه الانفعالات كل هذه الألوان جملة قالها مرة يوسف شهين وخطت على أحد الجدران جدران المعرض الزرقاء عاليا وكبيرا ثم مع انتقالنا إلى مربع آخر رحت أحاول استشفاف وجوه الحضور فبدالي وجه محمود حميدة لبلبة ويوسر اللوزي وأحمد يحيا وماريان وجابي خوري أولاد الأخت والمنتجين الذين عامل مع شهين المخرج مراحل مختلفة في محطاته السينمائية وكل محطة بنكهة وفكر كل شي بهذا المعرض عن جد يدعونا إلى إعادة التعرف إلى أفلام شهين ما نعرفه منها وما لا نعرفه من الأفلام الغنائية ثم انتقالا إلى مرحلة الناصرية والميلودراما والواقعية الجديدة وغير ذلك بيحكولك الكوميسار يعني الاثنين حكاية وقصص ممكن للزائر أن يستمع إليها سماعا عندما يزور المعرض ولكن تلاقي خبريات مدهشة ما كانت أبدا تخطر على بال كان فيه كمان زاوية لمقتنيات الأفلام أزياء وقبعات ومجوهرات هناك أزياء تم تلفة وعاد من إجارة مما يعني مثل فيلم اللي كان منغني فيه المصير المصير وفي أكسسوارات كتير في أكسسوارات كتير هلأ أعيد تركيب كمان مكتب شهين في هذا المعرض وعبره اكتشفنا خط يده صحيح كراساته بلغات سلاث العربية للحوارات الفرنسية للقصة عموما وحكايات أخرى كحكاية نوتاته الموسيقية الخاصة به هنا حاولنا نعمل مكتب شهين في القاهرة احنا لقينها زي كده يعني حاولنا نحافظ على السابورة دي بتاع تكاستينج آخر فيلم شهين هي فوضى مع مجموعة وثائق شخصية لها نمر تلفونات وصور العائلة هنا كان بيحبي يحضر بدقة قبل التصوير فكان عنده قلم الرصاص والمسطرة والبرية وكل حاجة فحاولنا نعمل مكتب شهين هنا ده جائزة مهرجان كان لسنة 97 هنا البيانو اللي كان يستعملوا شهين في تلحين بعض الأغاني لأفلام بتاعته لحن مقدمة أدم وحنان في الآخر وشهين لحن قبل ما لغنتها لطيفة في سكوتها نصور شهين لم يكن موسيقيا ولكن كان عنده حس عالي بالموسيقى فاخترع تدوين شخصي للموسيقى ننسى السلم الموسيقي وننسى الخمسة سطور بتاعت السلم الموسيقي لا هو اخترع حياتي بالأسهم وكانت طريقة بكية للتعبير وللتعبير عن ما يريده من موسيقى وتعبير هلا ويوصل فكرة للملاحية كان هذا الجزء من الأغنية التي لحنها يوسف شهين أعود إلى معرض يوسف شهين في السينماتيك ساميرا كان هناك نوع من التأثر حقيقي بديا في عيون كثير من الحاضرين جلت عليهم حاولت إحضار ما قل ودل من الشهادات لكن لحظة نظرت إليها هكذا هل هذه دموع لبلبا حقا؟ دموع ولسه في عيني دموع يعني بحس إنه بالوقت حيخش علينا الأول ما تأثرتش أول ما دخلت لكن كل ما كنت باخد خطوتين ثلاثة عشان أشوف حاجات أكتر كنت يعني بتأثر لأنه شفته في كل لقطة وفي كل صورة له علمني إزاي يبقى كل نفس بنتنفسه متنظم ومفهوم وأدي إيه الفنان لازم ياخد باله من كل خطوة بياخدوها كان هو يحب الممثل قوي يحضره حلو ويتحدى ساعة لما يكون في لقطة صعبة هو كان يتحدى الممثل يقول لي هتعرفي تعمل لي ده هتعيطي هنا أنا عاوز دموعك هنا هتقدري أنا جاهز فابتديت أنا كمان أقول له وبص جوه عني وأقول له أنا كمان جاهزة يا أستاذ بصيت له جوه عنيه إداني الإحساس قلت أنت والنبي وبيحبك الدمعة نزلت قام بسني وسقف لي وما عادش المشهد الشط ده تاني هو يحب قوي الشط يكون بالإحساس الأولاني لو عجبه ما يعيدوش أبدا شاهدت لبلبة هذا معرض استغرق التحضير له وتنفيذ سنوات وإن كانت المنتجة مريان خوري ستكون معنا غدا ثلاثة للحديث عن تفاصيل خاصة بالمعرض وعلاقتها العائلية والمهنية مع يوسف شاهين كان لنا نصيب من جابي خوري الشقيقة بمدى يشعر المرء عندما يقف أمام معرض تم التحضير له بهذه الدقة والإتقن فخر انبساط ذكريات كثير على الأفلام عملتها كثير مع شاهين فخر أن الناس بتكرموا بالطريقة دي مبسوط أن الناس من الممثلين من اللي اشتغلوا معاه نجوم على حسابهم عشان يحضروا التظاهرة دي وكانوا عايزين يبقوا جزء من هذا الفرح اللي موجود النهاردة وتأثرت بكذا حاجة يعني لأنه الذكريات لا تعود مع الأستاذ شو أكثر شيه ترك بقلبك أسر هلأ اليوم؟ الصور اللي هما بجر المكتب اللي هما جربوا يعملوا المكتب فيه وارتباطوا بالعائلة اللي هو كان حاطت صورها أولادي أولاد ماريان وأدي العائلة كانت مهمة بس بعد السينما نعم بعد السينما كانت هذه شهادة جابي خوري عموما لم تتأخر الممثلة نبيل عباد في ظهور شديدة الجمال والأناقوة كأنه الزمن عم بيقول أنا لم أمر من هنا أسرق لحظات سريعة قبل أن تخطفها كاميرا أو مذيع آخر تسرقها دمعة وذكرى أنا جاية مخصوص جاية مخصوص عشانه والحقيقة فجأت بالعزمة والانبهارت من الحاجات المعمولة وبعدين أن يوسف شهين يبقى موجود في وسط المخرجين العالميين هو طول عمره في وسط المخرجين العالميين لما بالاحتفالية الخاصة بي استنادي بيه هو شخصيا دي عملالي نعم من الفخر والساعدة كان هناك نوع من دموع ومشاعر كثيرة في عيون الكثيرين يوسف شهين مكتشف المواهب ومطلقة أحيانا له عين لا تخطئ لست أنا من قال ذلك بل رقص البلي أحمد يحيى الذي لم يكن مقتنعا في بدايته بتمثيل لكن شهين والقدر أثبت العكس أنا أسعد واحد في الدنيا لأنني اشتغلت مع الأستاذ يوسف شهين وأنا كان عن 19 سنة هو أقنعني بالتمثيل وأنا كنت أبهرب منه يعني ما كنتش عايزة أمثل لأن أنا كنت رقص بلي وخايف الناس تضحك علي فقال لي لا إلا أنا شايفه وما حد شايفه تاني فلما مثلته الناس قالت لي أنت كنت ممثل كويس فعرفته هو كان قصد وإيه نعم بالحقيقة كان فيه كتير شهادات ممكن بعد ناخدها يوسرا لوزي روحت علي بكرة مفترتكم هنا إن شاء الله وهنا كان فيه عجدار ريتا كلمة حبيتها قوي بعد ما سمعنا رقص البليه الرقص هو شعر الحركة بزرط حبيت حالو كتير هذا شيء قاله شاهين ده صحيح لا ما بعرف أنا هذا المقطع الأخير يعني إذا بدك ما بعرف كيف فعلته ذلك لكن كنت من بين الواقفين حول الممثل محمود حميدة وأسمعه يردد بانتظام رجاء أن اتصلوا بمديرة أعمالي لسترتيب اللقاء تعمت أن أقف في أقصى الخلف وعندما انفضل جمعة تقدمت صبحت وذكرت بأن سبق له وكسفني من 25 سنة بمهرجين قرتاج في تونس رغم جهودي الحثيثة أنا ذاك وكل الوصايت من أجل اللقاء وبأنني لا أرغب في أن يعيد التاريخ نفسه خصوصا أنني لم أعد أملك طاقة بنات الخامسة والعشرين لمطاردة مديري الأعمال وكل ما أرغب لي سؤال أو اثنين على الأكثر وقفزنا قفزنا فوق حاجز مدير الأعمال عبر هذا الغياب الذي لم يهضمه حميدة حتى الساعة وعبر معلومة تم ترديد في الجولة عن لعب حميدة دور يوسف شهين في فيلم اسكندرية نيويورك كيف يشعر الممثل عندما يلعب دور يوسف شهين أمام شهين نفسه أنا ما بلعبش دور يوسف شهين أنا بلعب شخصية في فيلم روائي صار نقاش واحنا في البري بروداكشن حوالي الموضوع بتقول لأ عايز كده سمي يوسف شهين بتقول خلاص يعني بقى احنا لسه في الفيكشن يبقى انا حرسم زي ما انا شايف يعني مش زي ما انت انت آه طبعا ليك كد بس الرسم بتاعي هيبقى مختلف شوية أنا ما بلعبش أنا بالنسبة لي كممثل يعني بلعب شخصية جوه سيناريو مكتوب عشان يبقى فيلم حاجة معقدة شوية بس هو كده فأنا مش بلعب شخصية يوسف شهين في الفيكشن لما بيرجع بيطلع يوسف شهين قدامنا بعد غياب عشر سنين تكون لاخدتنا الحياة بامكنة اخرى شو بيحس الواحد بمكان مثل هيدا؟ يعني انا دلوقتي كنت لسه بقول للمريم بقول انا حاسس ان هو بجنبي يعني انا مش عندي اشخاص كده الوفاة بتاعتهم ما دخلتش دماغي منهم يوسف شهين هم حوالي خمسة او ستة منهم ابويا ومنهم يوسف شهين وانا ابويا ويوسف ماتوا في اسبوع واحد هما الاثنين حتى كانت العلاقة بيني وبينه زي العلاقة بيني وبينه كانت هذه اخر يعني مداخلة لمحمود حميدة استطعنا سرقتها وكنت سعيدة للحقيقة بذلك هلا انا كمان ما بخفي انه كنت متأسرة وبقيت ذكرى واحدة عادت الي في هذا الصباح كان هاشي عام اربعة وتسعين كان الوقت مساء عندما لمحنا صديقاتي وانا طيفه وطيف المخرج يوسف شهين على بولفار سان جيرما كنت ساغادر بعد يومين الى بيروت طلعنا هيك ما صدقنا طرنا طيران ما كان فيه ولا فيسبوك ما كان فيه شي يعني حتى تليفوناتنا قالي هيك يمكن بالكاد كانت كانت طالعة رجوته ان يوافق على اجراء حوار في اليوم التالي وكان هون وقته لتقديم فيلم المهاجر اذا مش غلطاني يا بنتي انا مشغول مش فاضي بس انه بطريقة مزح فاصريت وهدت باني سأتنح في منتصف البولفار في نصف عرض الجدة ولن اتحرك ان لن يوافق ورح اعمل عجل اتسار وفوضى وانت تلاتي انا انا معرفكيش مش معقول اللي تبتعلي كان الجو مريح وبقدرة قادر استطعت الحصول على الموعد مع شتيمة وخيفة طبعا شتامني فأهلا بيقولولي اليوم آثر ما شتامك يعني ماشي الحال مش لازم مش لازم تزعلي وسجلت الحوار وتكفلت زميلتي بمنتجتي طرت الى لبنان واذ في اذني جملة لازالت تطن حتى اليوم اليوم هيك تذكرت عن ما بعرف كيف قال لناسي بس بعرف انه عن هذا الاصرار الذي يوصلنا غالبا الى اهدافنا بس انت كده تمنتيني لان انا كمان مقابلت وتكلمت معاك كان بيشتم ماشي تمنيش انا بس كان بيشتم بس كده واضح انه كان ماشي الحال بالضبط فما بعرف انا كنت سعيدة بها الزيارة ولكن الارجح سأعود مرة اخرى بهدوء مش لما في عجقة وكتير ناس وافتتاح وعلى كل حال موعدنا بكرة بالضبط مع مريان خوري مريان خوري لبليبة مؤكد يسرى اللوزي يسرى اللوزي احمد يحيا وربما مفاجأ حانا نشوفك